كنا بنشتغل امبارح انا النهاردة حابب انه ليكلمنا بهذا الامر المتقصص وعلى فكرة بكل شجاعة وبكل جرأة كان امبارح اول واحد في العالم قال بكرة الصبح السفينة دي هتتحرك وانا قلت له معقولة قال لي بكرة الصبح السفينة دي تتحرك وقال الكلام ده على الهواء معانا الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس الف مبروك يا فندم الله يبارك فيك الحمد لله مبروك لمصر مبروك للمصريين ومبروك لهيئة قناة السويس وكل العاملين فيها من اول سيد رئيس الهيئة غاية اصدر عامل في الهيئة ولا تتخيل سعاتي لهذا العمل وانا كنت بكلم حضرتك مبارح بس عادي اقول لك حاجة ان احنا مصر علمتنا احنا كنا نشتغل بالعلم في تعويم هذه السفينة مصر علمتنا حاجات كثيرة جدا 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 وعلومه تنوعة فكنا بنشتغل بالحسابات وكل حاجة كانت محسوبة بالملي وبالثانية وبالمد وبالجزر وبالهايهايووتر وكل حاجة محسوبة عشان كده انا كنت تقول لحدك ايه بكرة النهاردة وان كانت لبكرة ده احتمال كمان مش كبير لكن هو النهاردة هتطلع والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى كان باب السماء مفتوح وسمعنا وعارف في قلوبنا ايه دي بلدنا دي سمعتنا سمعت ولدنا سمعت احفادنا وسمعت اجدادنا لازم كلنا نخاف عليها ولازم كلنا نحط ايدنا في ايه بحض علشان البلد دي خيرها علينا ولحم اكتفنا من خيرها فاحنا اشتغلنا انا شخصيا عن نفسي يعني مع احد زميلي بالحسابات سنتي سنتي وكنا عارفين ايه المية اللي هتتسحب وايه المية اللي هتخش وايه التكريك اللي بيتم تحت السفينة عملية في منتهى للدقة ويمكن ما حصلتش في العالم قبل كده لكن هي دي مصر وهم دول المصريين وده اللي تعلمنا في مصر فكل التحية للشعب المصري كل التحية للعاملين فيها تقنى سويس كل التحية والاجلال والتقضية للسيدة الرئيسة عفتاح السيسي اللي كان بيتابع الموقف سانية بسانية كل التحية والتقضية لسيد رئيس هيد قنان سويس والصف بتاع الهيئة من مرشدين ومهندسين وموظفين كل التحية والتقضية لعمال قنان سويس وعمال الرباط وعمال القاطرات وعمال الكركات حيئة ملحمة انا عشتها معاهم لا تتخيل هذه الهيئة يعني هيئة محترمة ازاي والناس اللي فيها الناس محترمة ازاي ألاو على كده هي الحاجة الوحيدة اللي بدخل عملة صعبة للبلد هيئة قنان سويس لكن برضو منفعش ان احنا نتعلمش من هذا الدرس ولازم عندنا كاركات وعندنا قاطرات لها قوة شد كبيرة وعندنا اوناش عالية كل ده لازم يكون موجود في هيئة قنان سويس لان احنا دلوقتي بيعدي من عندنا 18 ألف لعشرين ألف سفينة ان شاء الله في السنة فلازم احنا نكون برضو مؤمنين هذه السفن أثناء العبور لكن اعتقد ستة الرئيسة عفتح سيسي حياتي توجيهات بكده ان احنا نزود قدرات الانقاذ في قناة سويس خاصة مع التطوير اللي حصل في بناء السفن النهاردة السفن شفتوا السفينة عاملة زي طبعا طبعا بلد ماشية بلد ماشية فطبعا دي بتعدي عندك لو انت ما عندكش حاجات تقدر تلحق الموقف او تشدها او تنقذها هيبقى بعد كده مش هيعدي عندك الحاجز ده اولا هيزود قوة السقة في قناة سويس هيزود عبور السفن في قناة سويس عاملة الانقاذ اللي تمت النهاردة هيخلي شركات التأمين تعرف ان قناة سويس مؤمنة الموقف اللي حصل اثبت ان قناة سويس هي محور الاتصال في العالم بين الشرق والغرب محور التجارة العالمية ربضارة النفعة لكن لازم برضو نحسن نفسنا ونحسن اداءنا في الفترة القادمة ونستعد لموقع اي موقف طارق وانا عارف ان الفريق اسامة حيكمل وحيجهز هذه التجهيزات وانا شخصيا يعني معبر عن ساعته الباريه وشكري ربينه سبحانه وتعالى كل الحب والتقدير لكل عمال الهيئة من اظهر عامل اقدم عامل وان كل المشهدين وكل المهندسين وكل العاملين بهاية قناة سويس سيادة الفريق حصلت النهر ده خلينا نشرح للناس برضو ننديهم معلومة المركب فين دلوقتي المركب المركب في البحيرات فين بقى البحيرات دي ده معناها ايه البحيرات معناها وانا لازم نخش في البحيرات علشان هي خارجة من حدثة تمام فلازم يكشف على كل الخطوط اللي فيها خطوط المية خطوط الزيت خطوط الهوى كشف على الماكينات كل ده لازم يتعمل لانها هتكمل ابحارها يا كاتر روتردان في هولندا عشان تكمل ابحارها لازم تاخد شهادة ان هي قادرة على الابحار الامن فلازم يطلع التفتيش عليها التفتيش بحري عليها يشوفوا الاجهزة والموادات بتاعتها ما تقدرش يقول لها يلا يمشي كده لا عشان تخرج من عندنا طالما حصل حدثة لازم تبقى مؤمنة ومعاها شهادة تسمح لها بالابحار في اعالي البحار وده اللي حيتم في الفترة اللي جايد طبيعي هتتحرك ازاي يعني هترجع من نفس المكان اللي هي كانت فيه ولا ليه طريق اخر لا فيه طريق اخر وتطلع منه على طول فتكمل يعني هو حيطلع على البحر الابي المتاصط لازم يعبر قناة سويس كلها ويطلع على البحر الابي المتاصط وبحر الابي المتاصط يطلع على روتردام ان شاء الله طيب ولكن هو لن يتحرك الا بعد استفاء كل الاوراق والكشف عنه كل شيء طبعا ديره مسموح انه يخرج لأعالي البحار وهو مش صالح للبحار في أعالي البحار او اوراقه مش كاملة او اجهزته مش عاملة كل ده بيتم التفتيش عليه علشان ياخد برمشن انه هو يبحر في أعالي البحار طب احنا سمعنا عن حاجة اسمها السندوق الاسود ايه هو السندوق الاسود اللي جوه المركب ده ده معناه ايه معناه زي الطيارة كده السندوق ده بيتسجل فيه كل اوامر الماكينات اللي بتتم اوامر القائد اللي بتتم كل الاعمال اللي بتتم في السفينة لتسير السفينة كل ده ريكورد جوه هذا السندوق فلما بتحصل حدثة بيطلع هذا السندوق ونراجع عشان نعرف ايه التصرفات اللي تمت وايه الاوامر اللي تم اعطاها هل هي صحة او غلط طب الغلط فين لازم نعرف الغلط فين عشان نصلحه ونقعش فيه مرة تانية طيب مرة اخرى برضو عايزين نفهم يعني كان فيه كلام لرئيس الهيئة انه الحجم ده بيمثل اربعة في المية بس من السفن اللي بتعدي في القناة فاحنا مش عايزين نعمل استثمارات يعني ملاش جدوى علشان عدد قليل من السفن رأي حضرتك ايه في هذا الامر لا انا لو عملت استثمارات وانقصت حياة واحد بس انا كسبين السفن دي لما بتعدي امانة في العبيتنا فلو احنا قادرين على حمل الامانة لازم نستعد لحملة هذه الامانة والشيب بلدنج بيزيد وبيكبر والاعماخ والغواطس بتاعت السفن بتكبر فلازم عمر بي انا في وجهة نظري الشخصية ان انا اكون مستعد لمواجهة اي موقف مفيش داعي ان انا ما بقاش عندي المعدة وابدو ادور ان اقجرها من حتة تانية لا القناة السويس الحمد لله ملايا كويسة تقدر تجاهز نفسها للتصرف اي موقف طارق بدل اللجوء للغير طبعا كونك مستشار للرئيس في شؤون قناة السويس اكيد هتقدم تقرير بكل هذه الدروس المستفادة بحيث ان احنا نقدر نطور في الايام القادمة لدى في قناة السويس طبعا لازم يبقى فيه تقرير يرفع للسيد الرئيس بس يجي لأول من نهاية قناة السويس بالنتائج تحقيق لان فيه لجنة على كده حضرت لا تحقق وشوف ايه اللي حصل بالزبط علشان نتلافى اذا كان هناك اخطاء تتلافى في المرات القادمة ولا يحدث اخطاء بعد كده لكن لغاية دلوقتي دايما قلت الحضرتك مبارح الخطأ قائد السفينة لان مرشد البحري اللي موجود على السفينة ده رأيه استشاري والقاعد ياخد به او ما ياخدش به فالحاسة دي اللي مسؤول عنها قائد السفينة جيفن ايفر جريد هو المسؤول عنها طبعا يعني الحمد لله نجاح مبهر وعظيم ولكن الناس اللي عادة متربصة لنا قالك لا ده مش مجهود مصري صرف في جهات اخرى انتوا ليه بتنسبوا الامر ليكو مش من المصريين بس في ناس تانية رأيه كيف الكلام ده رأيه كلام ده ليس له اساس من الصحة اولا مين الناس اللي كانوا فرماية لو كنتم تسمع صوتهم دلوقتي حضرتك مصريين ولاد مصريين اطبعا مصريين اطبعا حضرتك يعني ومين اللي تولى الارشاد والسحب والقطر والكلام ده كله والتكريك تحت قائد السفينة كله مصريين العمل مصري 100% كون انك انت خدت رأي استشاري ده في اي حتة في الدنيا لكن العمل اللي تم ده عمل ممكن اعجاز اللي عمله ابناء مصر الشرفاء العاملين في هيئة قناة السويس طيب بكرة سيبدأ يعني العمل وسير القناة بشكل يعني طبيعي وكل شيء حيمشي طبيعي هذه الامور ودول يعني بيتقال عليهم عملائنا او زبايننا او الناس اللي بنتعام معهم ماذا نستطيع ان نقدم لهم علشان يعني نعوضهم عن الوقت اللي قعدوه يعني عشان نخلي الامور ابسط بالنسبة للناس اللي بتتعام معنا ماذا نفعل طبعا في الحدث ده في سفن اتأخرت جدا عن الوصول للمواني المخططة لها احنا نقدر في قناة السويس ان شاء الله طبعا طبقا لأوامل سيد رئيس الهيئة ان احنا نزود عدد القوافل المرة في اليوم علشان نقدر نفضي قناة السويس من السفن اللي موجودة فيها يعني الشغلة حيبقى ليه النهار في الفترة اللي جاية لعبور السفن والسفن القادمة كمان وديه مكسب للسفن ان هي time is money يعني كل ما هتوفر له وقت هو هتوفر له فلوس وطبعا لو لو امكن في المستقبل يعني لمدة شهر ولا حاجة ندي ديسكاونت لبعض السفن المرة على اساس ان احنا احنا احاول نعوض الناس عن التعطيل اللي حصل لهم مش مننا من الظروف النهاردة شفنا طبعا تكاتف العالم كله معنا وشفنا المملكة العربية السعودية النهاردة بتقول انها ممكن تدي حوافز وتسهيلات للناس اللي حييجوا من قناة السويس في ميناء جدة ويديهم فترات اطول يعني هناك تضامن معنا هذا التضامن اللي بيحصل من المواني الشقيقة القريبة مننا ده برضو يعني بيقلل شوية من المشاكل او من الخسائر اللي حصلت لعدد من السفن اه طبعا يعني طبعا مشتركات تأمين كمان هتدفع كتير لكن الانسان بيبان وقت الموقف فانه يكون الدول العربية او بعض الدول العربية تقف جنبنا في هذا الموقف او دول اجنبية ده يعني موقف الشقيق اللي بيقف جنب شقيقه في ظروف الصعبة ودي اخلاقيات البحارة واخلاقيات البحارة فانا بقى عن نفسي انا بشكرهم جدا جدا وده دليل على الاخوة والصداقة والزمالة العربية سيادة الفريق مهم مميش مستشار رئيس الجمهورية المشروعات محور قناة السويس كنت يعني سفيرا لمصر في الايام السابقة سواء على المستوى المحلي او المستوى الاقليمي او العالمي يعني خط معركة لا تقل عن معركة التكريك اللي كانت موجودة في قناة السويس وهيك فيه خبرتك وجرئتك بالامس عندما قلت لنا وللعالم كله ان الامر سينتهي في اليوم الثاني وهذا امر يحتاج الى كثير من الشجاعة بشكر حضرتك على دورك في الايام السابقة جندي يعني نفخر به من جنود القوات المسلحة المصرية ومن جنود مصر بشكرك شكرا جزيلا انا اشكر حضرتك وانا يكفيني ان انا ابن من ابناء مصر شرف لي وشرف لاولادي وشرف لاحفالي ان انا اتربيت واتولدت على اطراب هذا الوطن وان شاء الله لو توفينا هندسن في اطراب هذا الوطن الجالي والعزيز على قريبنا كلنا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله دائما يكون لنا لقاءات كثيرة معك في اطار تطوير قناة سويس شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك